نذهب إلى شأن آخر دعت منظمتاء الصحة العالمية واليونسيف إلى منح المدرسين أولوية في أعطاء لقاحات كورونا لتمكين المدارس من إبقاء أبوابها مفتوحة وقالت الوكالتان الأممية في بيان المشترك إن إجراءات ضمن بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء تشمل أعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية أيضا أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بفيروس كورونا بحلول الأول من ديسمبر المقبل قالت المنظمة إن عدد الوفايات بكورونا ارتفع بنسبة 11% بالمنطقة الأسبوع الماضي مضيفة أن الركود في تلقي اللقاحات يمثل مصدر قلق حقيقي الآن للمزيد من النقاش عبر الهاتف من لندن دكتور أحمد المشتت الطبيب والجراح بيئة المستشفى الملكي في لندن دكتور أحمد أهلا بحضرتك سأبدأ معك من هذا الخبر المتعلق بمنظمة الصحة العالمية واليونسيف ومسألة إعطاء جرعات للعاملين في المنظومة التعليمية يعني إلى أي درجة بترى أنه هذا التصريح هو مهم وإلى أي درجة تلتزم به الدول في رأيك الحقيقة هذا أمر أساسي لضمان أن التعليم لا ينفطع الطلبة عانوا كثيرا العام الماضي بسبب قطاع الجراسة بسبب الإصابات أيضا إصابات المدرسين والمعلمين الذين هم يعني المحور الأساسي لاجتمرار التعليم فلهذا لهم أولوية مثلما للأطباء والممرضين والمرضات أولوية أيضا عملية التطعيم الآن لإدامة العام الدراسي ترتكز حول محورين المحور الأول المدرسين والمحور الثاني الطلبة هناك يعني في أوروبا بدأوا بتطعيم الأطفال فوق عمر 12 عام في بريطانيا بدأوا بتطعيم أعمار 16 أو 17 عاما وتتبدأ العملية بالنزول إلى 12 عام والمدرسين يجب أن يعطوا أولوية لأنهم بدونهم العملية الدراسية لن تستمر لكن المسألة المتعلقة بالأطفال المحور الثاني في تكلام حضرتك ألا ترى أنها مخيفة بعض الشيء أو مش مخيفة عايزة أقول أنها كانت عكس تصريحات سابقة لمنظمة الصحة منظمة الصحة كان لديها تصريح متعلق بأنه ليس من الضروري أن نطاعب الأقل من 14 عاما في هذه الدول إذا كان من الممكن أن نأخذ هذه الجرعات للدول الأقل فقرا مثلا ونطاعب كبار السن فيها وكثيرا ما تحدثت عن عدالة التوزيع فكيف يمكن هنا التوازن بين الجزئين في تصريحات المنظمة طبعا منظمة الصحة العالمية هي الراعية الأول للصحة في العالم ولهذا تصريحات دائما عندما تنطل عندما تبدأ أي تصريح التصريح يجب أن يكون فيه عدالة كاملة ممكن النظر للموضوع أن مثلا إعطاء اللقاحات الأطفال فوق عمر الـ 12 عام مثلا 12 إلى 14 عام فيه ترف ممكن الحديث عن هذا الموضوع مثل ما تفعل الدول الأوروبية حتى الآن يعني إعطاء الجرعة الثالثة مثل ما قرر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي لكل الأشخاص هو أيضا فيه ترف أيضا بسبب توفر جرعات كثيرة لديهم لكن هناك مكانات في العالم تعاني حتى في أوروبا دول الفقيرة دول البلقان الآن نسبة تطعيم فيها لا تزيد عن 6% ولكن الموضوع هو موضوع توازن بين إعطاء اللقاح بين ما تفتح المجال للوباء بالانتشار ولهذا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الأطفال والمدرسين لهم أولوية كبيرة في إعطاء اللقاح الأطفال على الأقل في المرحلة الثانوية أحب أن أذكر أن الأطفال حتى لو كانت مناعتهم قوية وهم لا تأثرون كثيرا بالمرض لكنهم قد يسببون انتشار الفيروس العدوى لأهاليهم والمجتمع بصورة عامة صحيح هذا الكلام كنا نقوله منذ بداية الجائحة ونحن نتحدث عن أنه حتى وإن كانت الأطفال لديهم مناعة ضد هذا الفيروس لكنهم ينقلون العدوى إلى أباهم وأجددهم وكل من يتعامل معهم طيب أسأل حضرتك على الجزئية الخاصة بنسبة التطعيم والركود بعض الشيء فيها حضرتك ذكرت دول البلقان مثلا وأنه النسب فيها قليلة هنا هذا الكلام يأخذنا إلى التصريح الآخر من منظمة الصحة العالمية التي تخشى من ارتفاع عدد الوفيات في ديسمبر المقبل وقالت أنه عدد الوفيات بكورونا ارتفع بنسبة 11% عن الأسبوع الماضي هذا يأخذنا إلى مسألة الركود في عمليات التطعيم ما الوتيرة المناسبة في رأيك دكتور لي الحد من هذه النسبة من الوفيات؟ الحقيقة الأسباب الرئيسية التي بني عليها هذا التوقع بالنسبة لديسمبر المقبل وأولا فتح كل الإجراءات حتى بشكل كبير يعني أكبر من اللازم أيضا ارتفاع نسبة السفر لأننا في فصل الصيف في أوروبا بالإضافة إلى موضوع اللقاحات هناك ركود بعد أن توزعت اللقاحات بشكل جيد في الأشهر الماضية هناك ركود كبير الآن في إعطاء اللقاحات والسبب هو في إما عدم توفر اللقاحات بشكل عادل لكل البلدان أو بسبب التشكيك باللقاحات الذي يعود كل فترة يعود إلى الواجهة ويحرض الناس ضد أخذ اللقاحات المعروف الآن أن اللقاحات تحمي بشكل كبير من الإصابات الشديدة والوفيات ولكن مع الأسف هناك هجمة كبيرة لنظريات المؤامرة ما زالت قوية وما زالت تجد أصداءها والناس تزغي إليها حتى في أوروبا يعني لقل ليس فقط في آسيا وإفريقيا حتى في أوروبا هذا الموضوع ما زال الشغل الشاغل وما زال يعطل من عملية التطعيم القوية يعني في بريطانيا مثال لكيفية أن عملية التطعيم الناجحة تساعد كثيرا في احتوار الأزمة فرغم انتشار الإصابات الآن رغم فتح الملاعب كرة القدم لكل المشاهدين الآن ما زالت نسبة الوفيات بطيئة جدا وقليلة جدا طب هل تعتقد أن الحكومات ستلقى يعني إذا ما صحت توقعات منظمة الصحة أو مش توقعات خشيتها أو قلقها من بهذه النسبة تلقى الحكومات حتى في الدول الأوروبية إلى إغلاق من جديد أو إجراءات أخرى احترازية يعني بنجد مثلا أن أستراليا ونيوزيلندا كانوا ملء الدول الناجحة والأنجح ربما في مواجهة الفيروس وبع ذلك لجأوا مرة أخرى إلى الإغلاق نتيجة ضعف الوتيرة التطعيم أو انتشار مثلا المصابين بدرجة أكبر يعني أيا كانت النتائج ولكن في النهاية هم عادوا مرة أخرى للإغلاق هل تعتقد أن يحدث هذا في دول أوروبا؟ طبعا ممكن جدا في البلدان التي لا تتوفر فيها نسبة تطعيم كبيرة سيضطرون إلى الإغلاق يعني مثلما استراليا نسبة تطعيم لم تتعدى الـ 15% من السكان لهذا لجأوا إلى شياسة الإغلاق نيوزيلندا أيضا وبالمناسبة حتى نيوزيلندا احترفت الهيئة الصحية هناك أن الإغلاق لا ينفع كثيرا مع سلالة دولتا سريعة الانتشار لكن المشكلة إذا كان البلد لا يستطيع أن يوفر اللقاح بشكل سريع لكل الفئات العمرية وخصوصا للناس الذين لديهم أولوية كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة فهو سيكون في مأزق لأن الفيروس لن ينتهي لأن التحورات لن تنتهي لن تنتهي ما زالت العربة الآن تعاني من سلالة دولتا بشكل كبير والخوف أن تبرد سلالة جديدة أخطر من سلالة دولتا تعطل عمل اللقاحات بشكل أكبر دكتور أحمد المشتطة الطبيب والجراح بالمستشفى الملكي في لندن شكرا جزيلا لك